مجلس الوزراء يجيز ميزانية عشرين عشرين بالإبقاء على دعم القمحي والرفع التدريجي للمحروقات حميتي يؤكد أن الإسلام خط أحمر ويدعو المسلمين إلى عدم الانشغال بحملات وسائل التواصل ضد القرآن الكريم مئات الآلاف من النازحين والمواطنين يلهبون مقر بعثة قوات اليونميد في مدينة نيالا مشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه النشرة وإليكم التفاصيل أجهز مجلس الوزراء مساء أمس الجمعة موازنة العام المالي عشرين عشرين برفع الدعم التدريجي عن المحروقات البنزين والجازولين مع الإبقاء على دعم القمح وغاز الطبخ وأقرت الميزانية زيادة كبيرة في مرتبات عاملين بنسبة 100% ودعم مباشر لحوالي 4.5 مليون شخص بواقع 1500 جريه للأسر الواقعة تحت خط الفقر مع زيادة الدعم مستقبلا ليغطي حوالي 60 إلى 80% من المواطنين واعتمادت الميزانية مجانية تعليم الأساسي في المدارس الحكومية وتقديم وجبة إفطار لتلامذ الأساس بجانب مجانية العلاج في المستشفيات الحكومية وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن مشروع الموازنة سيتم رفعه خلال يومين إلى مجلس السيدي ومجلس الوزراء للإضافة والتعديل بهدف الإجازة النهائية وأضاف البدوي إن الموازنة الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي تحقيق أهداف التنمية الأممية المستدامة من حيث تخصيص الموارد والاهتمام بمتابعة البرامج من أجل تحقيق مواجهات الميزانية في مجال التعليم والصحة والمياه والخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أن مشروع الموازنة ركز على قطاع الخدمات من حيث ترتيب وتقويم الوظائف وإزالة التشوهات في الخدمة المدنية حيث ترتكز هذه الموازنة على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول هو استهداف موجهات أو أهداف التنمية الأممية المستدامة من حيث التركيز من حيث تخصيص الموارد من حيث الاهتمام بمتابعة البرامج وتحقيق موجهات الميزانية في مجال التعليم والصحة والبنيات التحتية لخدمات المياه والخدمات الاجتماعية بصورة عامة ثانياً هذه الموازنة تأخذ في الاعتبار معاناة الشعب السوداني نتيجة الإفقار الممنهج الذي مارسه النظام البائد من حيث التمكين والفساد المؤسسي مما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية وإضعاف مستوى الدخل ومستوى المعيشة خاصة بالنسبة لزويد دخل الثابت أو الدخل المحدود الأمر الذي دفع هذه الموازنة إلى التركيز على قطاع الخدمة المدنية من حيث ترتيب وتقويم الوظائف وإزالة التشوهات وعدم التماسل الذي طبع نظام الخدمة المدنية في السودان وحيث ركزت هذه الموازنة واعتمدت زيادة كبيرة في المرتبات وكان رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدجير القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير قد قال إن ميزانية للعام 2020 نعتقد بأنها غير موفقة لأنها قائمة على جدلية الدعم وشدد الدجير خلال مخاطبته ندوة نظمتها لجان المقاومة بمدينة الكاملين بولاية الجزيرة بحسب صحيفة السوداني أكد على أهمية تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد وأضاف إن تطبيق رشدة الصندوق النقد الدولي عبره أو عبر رفع الدعم وتحرير سعر الصرف لن يحل المشكلة القائمة وهي رشدة مجربة حيث أثبتت فشلها هذا وقد استطلعت كاميرا قناة طيب الفضائي عددا من المواطنين حول موزنة العام 2020 وتوقعات التي يمكن أن تحققها بالنسبة للخلافات الموجودة عندهم نحن نشوف الواقع في السوق لكن ميزانية بالمناسبة صعبة جدا من الزمن يمكن أن يخمين لكن الحكومة حثي حاجات متروك في يده فهلا هي صعبة التخمين لكن يجب أن يكون ميزانية الحكومة هي جديدة نفس الحاجات الموجودة زماني من مفترض ما توخص فيها هنا الاتبار كده التعليم عندها بوت يعني مفترض أنه تعليم ده يكون عنده بوت براو حتى الخدمات بالنسبة للحناية بيكون يعني بوت يكون مختلف لأنه زمان كان يعني نفقه كان مائل على الجهة معينة يعني مثلا النظام الدفاع وكده دين طيب أنا رأي في الميزانية زروفية حتى حذبك إشكالية أحسن إنه يكون في معالجة مثلاً متمثلة في المعالجة يتمثل مثلاً في اللي يضعوا مثلاً ويكون في تحديد بتاع سعار وكده دي يعني درعيه كده دي ومرتبات والله هي زيادة المرتبات دي صعبة شوية بالتالي إذا زاد المرتب على وقت حتيزة الحقيقة أكتر من المرتب وده يضع نظريتين في الحقيقة دي نتمنى إنه الميزانية أنه تصلح الحال أكتر من كده مع إنه الحكاية صعبة هالناس يعني الحكاية زي ما شايفين يا جماعة الحاجة حاصلة زي ما بقوله إحنا متضايقين شديد معانيين والحاجة إن تحس الحمد لله يجينا وشايفين حاجة إنه نتحرك بها بنشيل فيه إدينا يعني معانيين معانا بس الحمد لله نتمنى يعني التكميزانية حقيقية يعني والدعم هو أصلاً الدعم دي يعني الحكومة لو ساعدة له خفض التضخم الدعم دي بمزولة التلغية كل تضخم يعني ما في دعم حقيق تواجه إجازة موازنة العام عشرين عشرين بتحديات كبيرة حيث رتفعت وطيرة الخلافات بين مكونات الحرية وتغيير فيما يلي رفع الدعم عن المحروقات كما يوجد تباين في الآراء بين مؤيد لرفع الدعم ورافض الله المزيد في سياق التقرير التالي أهمية كبيرة وجدتها موازنة العام عشرين عشرين باعتبار أنها موازنة حكومة الثورة وهي حكومة الفترة الانتقالية ولا جدال في ساحات المدينة ولا أنديتها ولا بيوتها ولا أسواقها إلا الحديث حول الموازنة خاصة بعد تسريبات برفع الدعم عن المحروقات مما أشكل على الجميع الفهمة والاستعاب حول المآل أو المصير ذلك لمعاش الناس وأزمات اقتصادية ما زالت متجددة أخذت كل ما عندهم من توقعات حول المعاش وما بين مؤيد لسياسة رفع الدعم ومخالف لها من مكونات القوى الحرية والتغيير وهي السند السياسي للحكومة تختلف القراءات وتتبعثر الأوراق بين الجانبين هذه الميزانية بنت كلها على الفرضيات أن الشارع سوف يقبل بهذه الدعمات ثم بالتالي يأتيهم التمويل من الخارج وده طبعا كان افتراض خاطئ وأنا أعتقد أنه وجد خلاف ووجد معارضة حتى من داخل قوة الحرية نفسها في داخل المجلس الوزراء وفي داخل قيادة اللجنة المركزية لهو الحرية والتغيير وتعد موازنة عشرين عشرين بحسب خبراء ومختصين بأنها ورثت تركة مثقلة بالتحديات وتظلم عالجات سوء استقلال الموارد تشكل أكبر تحدي للموازنة وأن المرحلة تتطلب أولا قوانين وتشريعات لإدارة الثروات القومية وفي مقدمتها كطاع المعادن وكما يجب التركيز على الذرعة وذلك يحتاج إلى قرارات وإرادة سياسية حتى لا تعصف الخلافات الدائرة بهذه التحديات والتي ربما تؤثر على أداء الحكومة الأزمة الاقتصادية في السودان والوضع الاقتصادي في السودان متأزل بشكل كبير على الحكومة تحديات كبيرة على حكومة حمدوق في عملية وضع السياسات اقتصادية ترتبط ارتباط كله بعملية السوق وارتباطها بعملية رفع الميزاني أو رفع الدعم أو انخفاض الدعم هذا هو الجدل الآن الذي يسير على مستوى الشارع العام والحديث حوله والبلاد التمضي نحو أفق بحسابات الثورة وأهدافها ينبغي أن تكون واضحة معلمه بعيدا عن أي مزايدات حول من يدعم الرؤية والرؤية هنا هي الحلم السوداني الذي يجمع أهل السوداني حلم الثورة وهو قابل للقياس والتنفيذ ذلك من خلال جهود ينبغي أن تبزل من كافة واجهاتهم السياسية والاجتماعية للوصول إلى واقع يمكن أن يشكل قوى الدولة الشاملة في الأمن والسياسة والاختصص كمضان عبدالقادر لقناة طيبة الخرطم أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور يعتزب العودة إلى السودان مطلع العمل مقبل لبدء حوار من الداخل وفي وقت سابق دعى عبدالواحد محمد نور لتوحيد ممبر التفاوض لكل القضايا الوطنية على أن تتم المفاوضات داخل السودان مؤكدا على أن حركته تسعى إلى تحقيق حل شامل لقضايا السلام وتحقيق دولة المواطنة والعدالة والحرية وكشفت مصادر للعين الإخبارية أن عبدالواحد محمد نور سيطلق مبادرة من أجل النفق أو نقل المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين إلى داخل السودان كما سيدعو رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز آدم الحلو للانضمام إلى تلك المبادرة وأضافت المصادر أن المبادرة حظيت بقبولا من بعض الأفراد داخل المجلس السيادي إلى جانب مجلس الوزراء وكان عبدالواحد محمد نور قد طالب خلال احتفالات الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بتسليم المطلوبين للمحكمة الجناية الدولية وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير حتى لا تتكرر جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات مرة أخرى في السودان افتتح النايب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس الجمعة مجمع عثمان بن عفان لتعليم القرآن الكريم بالدناقلا بمدينة الخرطوم بحري الذي شيده المصنع الماليزي للحديد ودعى أحمد تي خلال مخاطبته المصنين بالمسجد عقب صلاة الجمعة دعى المواطنين للتمسك بقيم الإسلام وتعالمه وإلى التعاضد والتكافل لتجاوز الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا وأشار في كلمته إلى ما تتدوله الوسائط ووسائل الإعلام حول الدين وعلاقته بالدولة موضحا أن هذا الحديث لا وجود له على المستوى الرسمي ودعى دقلو إلى المحافظة على القيم الإسلامية وتعمير المساجد ودعوة إلى الإسلام الوسطى ومؤكدا أن الإسلام هو دين التسامح والوسطية ولا مكان فيه للتزمت والتطرف مضيفا أن الدين الإسلامي صحيح لا يعرف الإرهاب والتطرف وما أدراكم الدين لكن الكلام دي أخواننا كله نسمعه في الميديا وفي الإعلام في المستوى الرسمي ما موجود عشان ناتطمئن في المستوى الرسمي الكلام ده ما موجود فنحن نعمر مساجدنا والدين المعروف دين وسطي دين معروف ما دين تشدد ولا دين إرهاب دين معروف ديننا ده ما من نتخلى عنه وما من نتراجع عنه وما من نجامل بي أخواننا أصلا ده ما داري لي اثنين تلهاب أخواننا الوضع الآن وضع صعب والبلد غلق فالناس لازم تفقد جيرانا تتفقد أهلها تتفقد الناس تراجع عن الناس تراجع عن الناس لازم نحن نحن نتمنى أن الناس كلها تتعاضض وتتكاتف وهي أخواننا هذه فترة تمر هي فورة لبن إن شاء الله بعد تنزل يتمر إن شاء الله والناس كلها تتكاتف اقترح نائب رئيس الحركة الشعبية شبال ياسر عرمان إجراء تغيير في عدد من الحقائب الوزارية على أن يكون الجدد منحازين إلى مطالب الشارع وقال عرمان في تصريح تلقته سودان تريبيون إن رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك منحاز إلى صوت الشارع ومهامه الحالية من أعقد فترات الانتقال في السودان وأشار إلى ضعف أداء عدد من الوزرات المهمة ودعا إلى تعيين وزراء أصحاب رؤية ومعرفة سياسية وقدرات في مجال تخصصهم ومنحازين إلى الشارع وأوضح عرمان أن حمدوك يتعامل مع معادلة دقيقة وطنيا وإقليميا ودوليا ويحتاج إلى فريق عمل يفكر بطريقة تتماشى مع تعقيدات الواقع تعرض المقر الرئيسي لبعثة اليوراميد بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور الذي سلمته اليوراميد لحكومة الولاية مؤخرا تعرض لحالة نهب وتخريب واسعة أمس بأعداد قدرتها الأجهزة الأمنية بأكثر من أربعين ألف مواطن من معسكرات النازحين والأحياء المجاورة وقال مدير شرطة الولاية اللواء النيازي صالح أحمد لقناة طيبة إن المعسكر تم تسليمه للحكومة في الثامن عشر من الشهر الجاري ومنذ ذلك الحين ظلت الأوضاع الأمنية بالولاية هادئة تماما لكن قبل يومين بدأت بوادر ومحاولات لنهب الموقع ليتداعى على المقر أمس الأول الخميس أكثر من عشرين ألف مواطنا من معسكرات النازحين المجاورة وبعض قاطني الأحياء القريبة وتصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل الدموع وتكررت الخطوة أمس الجمعة بأعداد فاقة الأربعين ألف واقتحموا الموقع رغم محاولات الأجهزة الأمنية التصدي لهم بالبومبان حيث تمكنوا من نهب كميات من المعدات بالتكاتك والكارو والمارة والأرجل وكشفا عن إلقاء القبض على بعضهم وبحوزتهم المعروضات ودونت بلغات في مواجهتهم بأقسام الشرطة بنيالة وسط والقسم الشرقي حذرت هيئة محامي دارفور من ما وصفته بالممارسات السالبة التي ظل تجمع المهنيين وقوى الحرية وتغيير يمارسونها يمكن أن تودي إلى حدوث فوضى في البلاد ودللت على ذلك بتلك الممارسات باستبعاد الدكتور معتصم جلب المرشح سابقا من منصب وزارة الثروة الحيوانية وقالت الهيئة في بيان بحسب صحيفة الجريدة أظهرت بعض مكونات القوى حرية وتغيير تكالبها على المناصب مثل ما يحدث حاليا بولايات دارفور خاصة بجنوبها وشمالها واتهمت الهيئة في بيانها تورط القيادي بقوى الحرية وتغيير وجد صالح بتأثير على إعادة فتح الترشيح في كتلة تجمع المهنيين بولايات جنوب دارفور بعد إخفاق مرشح حزبه في الحصول على ثقة كتلة قوى الإجماع الوطني كمرشح لمنصب والولاية كشف من أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان والقيادي بقوى الحرية وتغيير عن حوار يدور في الخفاء لأول مرة بعد سقوط البشير ما بين حزب المؤتمر الوطني وقوى إعلان الحرية وتغيير تدفعها إليه مخاوف بحسب ما نقلت كوش نيوز وقال من ناوي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر إن المخاوف تدفع منظري الحرية وتغيير التفاوض مبكرا مع فصائل الحركة الإسلامية وعلى رأسها المؤتمر الوطني وقطار حوارهم بدأ منذ أسابع هذا وتواجه حكومة قوى الحرية وتغيير تحديات وعقبات كبيرة في ملفي الاقتصاد والسلام مما يدفع بعض المحللين للقول بأنه لن تتم أي إصلاحات اقتصادية تعالج مشكلات الاقتصاد السوداني إذ لم يتوفر لها حاضنة شعبية لتلتحق بمصالح سياسية حسب مراقبين خطب عضو المجلس السيادي الانتقالي صديق تاور فعاليات المؤتمر الحادي عشر لدراسات العليا بجامعات النيلين بمشاركة كافة كليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا بالجامعة من المنطقة العربية والإفريقية والأسيوية وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون وقال مدير الجامعة محمد الأمين أحمد إن المؤتمر سيطرح 140 ورقة علمية تم تحكمها وإجازتها تصب في خدمة شعار المؤتمر والذي يأتي هذا العام بشعار التنمية والتقانة في مجالات التقانة العلوم والهندسة والعلوم التطبيقية والرياضيات مشيرا إلى أن التغيير الذي جرى بالبلاد سيسهم في منهجية قبول الجامعة للطلاب وفقا للشواغر المطلوبة بعكس ما كان يحدث في السابق تحقيقا لمبدأ الجودة في مخرجات التعليم العالي إذن متابعينا من خلال هذه الأخبار نذهب بكم في فاصل قسير ومن بعده نواصل أهلا بكم مجددا متابعينا في الأخبار الاقتصادية كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب رسميا وقال الوزير أن بنك السودان خرج نهائيا من شراء الذهب بالاتفاق بين وزارة المالية والطاقة والتعدين والتجارة والصناعة ونوها إلى أن البنك المركزي حاليا في مرحلة انتقالية إذ يقوم بإعلان السعر العالمي للذهب دون أن يشتريه وفيما يتعلق بضمان عدم تهريب عائدات الذهب قال وزير التعدين أن الضمان لذلك السياسة الجاذبة وأوضح أنه بعض وضع سياسة جاذبة لأصحاب الذهب والمعدنين وسعر مجزن فإنهم سيبيعونه في الداخل ولا يمكن تهريبه للخارج وأكد الوزير أن البديل لخروج بنك السودان المركزي هو بورصة الذهب في الخرطوم أو السوق الحر ليتنافس فيها التجار ومصدر الذهب الذين لديهم مقدرة مالية لعمليات التصدير أقرى الخبر الاقتصادي كما الكرار إن مؤشرات موازنة العام 2020 لا تعبر عن برنامج قوى الحرية وتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة وأشار كرار بحسب وكالة السودان للأنباء إن الموازنة دعت لما أسمته خارطة الطريق أو الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي حيث تضمنت جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية وعده إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب وهي مرفوضة الرفضا تام من قبل الحرية والتغيير وقال إن الإجراءات تتمثل في إنفاذ نظام التسعير التقطع للكهرباء في مارس 2020 وتحرير سعر الصرف للصادرات في مارس للعام ذاته وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس للعام 2020 واكتمالي تحرير أسعار الجازولين في أغسطس للعام 2020 وبدء التحرير المتدرج لسعر صرف الدولار الجمركي للواردات في أغسطس للعام 2020 انتهت النشرة الاقتصادية وفيما يلي نتابع بعض الأخبار الرياضية أكد رئيس بعثة نادي الهلال السوداني في تونس سيف الدين أبو كلابيش أن هدفهم الرئيس هو تحقيق الفوز على النجم الساحلي في المواجهة التي تجمع كلاهما مساء اليوم السبت بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور أبطال إفريقيا لكرة القدم واطم أنا أبو كلابيش في تصريحات صحفية جماهير ناديه على أحوال البعثة وقال إن اللاعبين لديهم عزيمة وإصرار كبيرين على تحقيق الفوز وأضاف إن الروح المعنوية مرتفعة لدى لعبين والجهاز الفني وضع برنامجه للمباراة مبينا أن الفريق أدامرانه الرئيس بأحد الملاعب الفرعية في ملعب أو من ملعب المباراة وأكدنهم عزمون على الفوز والعودة لإحياء الأمل في المجموعة الثانية هذا وقد أجرى رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردنال اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق في تونس مطمئنا على الجهزية الفنية للفريق قبل موقعة لتوال قالت مصادر مطلعة لباك نيوز إن مدرب الهلال السابق هيثم مصطفى تراجع عن تدريب الفلاح عضبرا على نحو المفاجئ في وقت كان قد أعلن فيه قبول المهمة سابقا بعد تعطل الاتفاق بينه والإدارة وبحسب المصادر بأن الخطوة جاءت بعد خلاف مع إدارة الفلاح حول الاتفاق لم يتم الكشف عنها الأسبوع المنصرم حيث توصل نادي الفلاح عضبرا إلى اتفاق مع الكابتن هيثم مصطفى لتدريب الفريق وكان المدرب الشهير بالبرنس قد قادر نادي الهلال الخرطوم مؤخرا بالاستقالة بعد تعاقد مع المدرب المصري حماد الصدقي لتولي المهمة الفنية في المرحلة المقبلة إلى هنا نصل وياكم إلى ختام النشرة نعود ونذكر بأهم العراوين مجلس الوزراء يجيز ميزانية العام 2020 بالإبقاء على دعم القمح والرفع التدريجي للمحروقات حماد تي يؤكد أن الإسلام خط أحمر ويضع المسلمين إلى عدم إنشغال بحاملات وسائل التواصل ضد القرآن الكريم مئات الآلاف من النازحين والمواطنين ينهبون مقر بعثة قوات اليونميد في مدينة نيالا شكرا للمتابعة في أمان الله طيبة لحياة طيبة